بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسنة الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أبناء طلاب وطالبات الصف الثالث بداي من التعليم المستمر في درس جديد في مادة التربية البدنية معي أنا الأستاذ ماجد الحميدان درسنا لهذا اليوم إن شاء الله رح يكون القوة العضلية والسوعة متطلبات النشاط البدني دائما نذكر يا أبطال حتى تمارس النشاط البدني بكل قوة يا أبطال وبطاقة عالية يجب عليك النوم المذكر وأخذ كمية كافية من النوم ليلا من خلال النوم من 7 إلى 9 ساعات ليلا وتجنب السهر يا أبطال أيضا تناول الأكل الصحي المناسب في المنزل من خلال ثلاث وجبات تكون في وقتها فطور وغداء وعشاء أيضا من خلال ممارسة الرياضة يجب عليك لبس الملابس المناسبة والوقوف في المكان الآمن لممارسة الأنشطة الرياضية كما يجب عليك شرب كميات كافية من الماء لتعويض السواء التي نبقدها أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية من خلال عملية التعرق يا أبطال فواعد ممارسة النشاط الرياضي يحسن ليقتك القلبية التنفسية كما يحسن صحة عقلك ومزاجك ويحافظ على وزنك الصحي المناسب ويقيك من أمراض عدة كأمراض القلب والسمنة والسكري من الدرجة الثانية كفان الله وإياكم شرها خليك قادر على ممارسة جميع أنشطك خصوصا الرياضية بأننا تكلمنا عن أهمية مارسة الرياضة أول تمريم معنا لهذا اليوم يأبطال الجري الخفيف في المكان يجب علينا أن نتوقف في مساحة آمنة ومنتدين الزي الرياضي مع بعض تمريم جماعة ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة أعطيكم العافية يا أبطال انتهينا من التمرين الأول ننتقل للتمرين الثاني يا أبطال وهو الثاني الجذع لناحية اليسار أربع عدات والناحية اليمين أربع عدات جاهزين يا أبطال مع بعض تمريم جماعة ابتدي يسار نين ثلاثة أربع يمين نين ثلاثة أربع يسار آخر مرة جماعة عقف يعطيكم العافية يا أبطال انتهينا من التمرين الأول انتهينا من التمرين الثاني ندخل على التمرين الثالث تمريم سكوات نفتح القدمين بالتسعة والكتفين والسعة قليل لأن يدينا مقدمة الجسم نحضر التوازن تمرين جماعة ابتدي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة يعطيكم العافية أبطال وكي تخلصنا من الإحمان ندخل على جانب الإطالات وأول تمرين معنا للعضلة الخلفية الفخت من خلال مد القدم وثنين الجذع ومحاولة الوصول إلى أقصى قدر تستطيع الوصول له يا بطل بشرط أن لا تثني الركبة جاهزيني أبطال نبدأ بالقدم اليمين مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة قدم الأخرى يا بطال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة همانية تسعة عشرة يعطيكم العافية أبطال وأكيد أعطينا تمرين للعضلة خلفية أكيد سنحتاج تمرين للعضلة الأمامية من خلال التمرين لظهر معنا بالصورة يا بطال من خلال سحب القدم يا بطال بالشكل هذا والاتكاب بيد الأخرى يا بطال على حائط أو على جسم ثابت حتى لا تفقد التوازن وتسقط جاهزيني أبطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة همانية تسعة عشرة قدم الأخرى أبطال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يعطيكم العافية يا بطال كده نكون انتهينا من أداء التمرين الرياضية تذكر أن الرياضة مفيدة لك و لصحتك وأيضا للمتعة يا أبطال لذلك يجب عليك ممارسة الرياضة طوال أيام حياتك و جعلها حاجة أساسية في يومك يا بطال أو على الأقل لمدة خمس أيام في الأسبوع بما لا يقل مدة النشاط عن ثلاثين دقيقة يوميا يا بطال خلونا نشوف درسنا لهذا اليوم القوة العضلية ما المقصود بالقوة العضلية هي أقصى قوة يمكن أن تنتج عن وجود عضلة واحدة وحتى مجموعة كبيرة من العضلات التي توجد في الجسم وتكون من خلال عملية انقباض العضلي غير الإرادي وتكون عن طريق عملها مرة واحدة كحد أقصى رح نتعلم بعض أشكال القوة العضلية أبطال رح ناخذ أمثلة على ثلاثة عضلات أبطال أدي فيها التمرين القوة العضلية وكيفية قياسها وتنميتها الأهم من ذلك يا بطال قوة العضلية سواء استخدمت عضلة واحدة أو العضلتين أو جميع عضلات الجسم مجرد أنك تأدي أي تمرين قوة عضلية مرة واحدة فأنت كذا أديت أحد تمرين قوة العضلية يا بطال طرق قياسها يا أبطال تقاس عن طريق قوة عضلات الزراعين والحزام الصدري باختبار ثاني الزراعين من وضع الانبطاح الماء مثل اللي احنا شايفين في الصورة يا أبطال من خلال مد اليدين وثاني اليدين رح نشعر بعضلة الصدر واليدين أكثر يا أبطال أو باختبار الشد لأعلى العقلة أو قياس القوة العضلية لليد باستخدام جهاز قوة القبضة والمقصود بجهاز يمسك باليد تقيس في قوة قبضتك وكلما ارتفع الرقم يا أبطال كلما ارتفع قوة قبضتك أما اختبار قوة العضلية من خلال حزام الصدري أبطال إذا عملنا مرة واحدة كذا أحنا أدينا تمرين قوة عضلية طيب كيف أقيس مستوى في القوة العضلية؟ لو قلت لك جب أقصى عدد تستطيع الوصول له يا بطل رح تأدي مثلا خمس عدات بعد شهر رح نلاحظ أن ارتفعت الخمس وأصبحت إلى عشر عدات ثم خمسة عشر عدات ثم عشرين عدات حتى وصلت إلى ثلاثين عدات في كل مرة ترتفع عدد العدات أنت تعرف أن مستوى قوتك العضلية ارتفع يا بطل أيضا تمرين قياس الشد أعلى العقلة نستخدم عقلة آمنة ومراتب طبية حتى لا نتعرض الإصابات السحب كل هدون شوف التمرين يؤدي للأكتاف واليدين وللظهر أيضا يبطال بشكل أكبر وأكيد تمرين نأدي مرة واحدة بشكل صحيح يصنف قوة عضلية وكلما ارتفع عدد العدات استطعنا قياس مستوى قوتنا العضلية من خلال ارتفاع عدد العدات يا أبطال السرعة أحد أهم عناصر اللياقة البدنية بل أن لها ربط تقريبا في كل الرياضات يا أبطال فالسرعة هي سرعة الانقباضات العضلية عند أداء حركي معين وتتضح في كثير من الرياضات كالعدوى سباحات أو سباحة المسافات القصيرة كذلك في الرياضات الجماعية ككرة القدم والسلة واليد وغيرها أما قياسها تتم بتدريبات السرعة المختلفة مثل العدو لمسافة 30-40-50 مترا لو أخذنا رقم 50 متر يا أبطال 50 متر اترضنا أن بدأ العداء رقم 1 والعداء رقم 2 والعداء رقم 3 يا أبطال وضعنا خط البدء هنا وخط النهاية هنا يا أبطال من يصل أولا يا أبطال إلى الخط يعتبر هو الفائز في السباق يا أبطال الأهم من ذلك يا أبطال لو افترضنا أن تم قطع السباق من اللاعب الفائز رقم 1 بعشر ثواني يا أبطال كيف يرفع وينمي قوة أو سرعته يا أبطال يحاول قطع نفس المسافة بثمان ثواني أو حتى بعدها بست ثواني يا أبطال وبكذا يكون أكيد رفع من مستوى سرعته يا أبطال وتم تنمية السرعة بشكل جيد أنواعها سرعة الانتقال أو السرعة القصوى مثل ما ذكرنا توي أبطال الانتقال من مسافة إلى مسافة بأسرع زمن ممكن أما سرعة الحركة أو سرعة الأداء هي التي تتمثل في انقباض عضلة أو مجموعة عضلية لأداء حركة معينة في أقل زمن ممكن مثل اللي أدناها قبل قليل التمارين أو مثل مثلا دفع الجلة أو رمي الرمحي أبطال أو في بعض الرياضات مثل الوسب الطويل أو الوسب العالي أو الوسب الثلاثي أبطال سرعة رد الفعل يا أبطال يقصد به سرعة التحرك لآداء حركة نتيجة ظهور موقف أو مثير معين تذكر أنه في الرياضة دائما تأتي حركات غير محسوبة يجب عليك أن تكون لديك ردة فعل عالية حتى تستطيع تداركها كده عرفنا السرعة القصوى والسرعة الحركة يا أبطال وأيضا سرعة ردة الفعل يجب عليك تنميتهم ومعرفة طرق قياسهم مثل ما ذكرناها يا بطل مراجعة دلسلنا هذا اليوم السؤال الأول هي أقصى قوة يمكن أن تنتج عن وجود عضلة واحدة أو حتى مجموعة كبيرة من العضلات التي توجد في الجسم هل هي القوة العضلية أم الرشاقة يا أبطال شوف الإجابة مع بعض القوة العضلية أحسنتم يا أبطال السؤال الثاني يقصد بها سرعة التحرك من مكان إلى آخر في أقصر زمن ممكن شوف الإجابة مع بعض أحسنتم يا أبطال سرعة الانتقال هل وهي سرعة تحرك من مكان إلى آخر في أقصر زمن ممكن أو ما تسمى بالسرعة القصوى يا أبطال في ختام الدرس يا أبطال تذكر ربط طرق أو عناصر اليقى البدنية فيما بينها ورفع مستوى قوتك العضلية وتنمية سرعتك أيضا يا بطل دمتم بصحة ونشاط